السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي طلبة الدبلوم التجاري والتعليم الفندوقي أهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجنا في بيتنا مدرسة ودرس جديد من دروس مادة قانون العمل والتأمينات الاجتماعية حلقات اللي فاتت احنا خلصنا الباب الأول والباب الأول ده يخص قانون العمل طب احنا بنقول كده ليه؟ لأن احنا عندنا المنهج مقسم لثلاث حاجات ايه هم الثلاث حاجات دول؟ قانون العمل وقانون التأمينات الاجتماعية وقانون الخدمة المدنية ورات أسئلة الامتحان بيبقى متقسم الثلاث أجزاء دول جزء القانون العمل وجزء ليه؟ قانون التأمينات طبعا التأمينات ده اللي هو فيه الجزء العملي سواء كان المعاش الأجر الأساسي أو المعاش المتغير أو المعاش المبكر والجزء التالت بيتكلم على قانون الخدمة المدنية طيب الباب الأول ده باب مهم جدا بس ده بنتكلم على قانون العمل احنا الحلقة اللي فاتت كانت مراجعة شاملة على الباب الأول نهار ده الحلقة التانية في المراجعة نخلي بالنا من المراجعة ليه نخلي بالنا من المراجعة؟ احنا بنحل أسئلة كتاب المدرسة يعني 90% أو 98% من الامتحان بيبقى من كتاب المدرسة يبقى احنا عندنا الحل في إدنا انت جاهز الورقة وجاهز الألم معي وأنا هنحل مع بعض وحدة وحدة فيه جزء كمان مهم جدا بعض الطلبة تواصله معنا على طريق قناة اليوتيوب وعايزين نعيد تاني الجزء بتاع الأجازات طبعا المراجعة هتغطيه لكن أنا هتديك كده ملخص سريع للأجازات بس قبل ما تديك الملخص ده عايز أقولك على حاجة احنا بنتكلم على حاجة اسمها قانون العمل وقانون العمل ده الأجازات فيه لا تخص ولا الطالب ولا الموظف في القطاع العام وما لا تخص مين تخص العامل والعاملة في القطاع الخاص آه أنا سمح حد بيقول لي في القطاع الخاص كله أقول له لا لأن احنا عندنا القطاع الخاص قانون العمل يطبق على القطاع الخاص تمام كده خرج القانون العام من نطاق تطبيق قانون العمل لكن مش أي قطاع خاص ليه بقى؟ لأن القطاع الخاص بدوره ينقسم إلى ثلاث أنواع يبقى العمل الخاص بينقسم إلى ثلاث أنواع إيه هم الثلاث أنواع؟ العمل المستقل، العمل المسترق، العمل التابع تاني أنواع العمل الخاص، العمل المستقل، العمل المسترق، العمل التابع طيب قلنا الفرق بينهم إيه؟ أول حاجة العمل المستقل من اسمه كده بنقول عمل مستقل هو العمل الذي يستقل الشخص فيه لحساب نفسه يعني ايه لحساب نفسه؟ يعني هنا صاحب العمل ليس تابع لأحد يعني ايه ليس تابع لأحد؟ يعني بكده ببساطة مش شغال عند حد وطالما هو مش شغال عند حد يبقى ده لا يطبق عليه قانون العمل الجزء الثاني او النوع الثاني العمل المسترق عمل مسترق بمعنى انه عمل يخضع لسلطة جماعية عمالية يعني ايه؟ يعني برضو نفس الكلام مفيش حد فيه شغال عند حد هو ليه حد شغال عند حد؟ لان من شروط تطبيق قانون العمل التابعية يعني ايه التابعية؟ ان في حد يكون شغال عند حد مين الحد اللي شغال عند حد؟ يعني فيه عامل وفيه صاحب عمل والجزء ده والتابعية لا تتوفر الا فيه النوع الثالث من العمل الخاص العمل التابع اذا قانون العمل يطبق على العمل التابع كلمة العمل التابع يعني ايه؟ هو العمل الذي يتم تحت ادارة واشراف وتوجيه صاحب العمل مقابل ايه؟ مقابل اجل دي التابعية طب ليه تابعية؟ لان حتى واحنا بنعرف قانون العمل بنقول مجموعة قواعد قانونية اه بتتولد وتنشأ عشان تحكم العلاقة ما بين مين ومين ما بين اه شخص يعمل لدى شخص اخر الشخص ده اسمه العامل والشخص الاخر اسمه صاحب العمل متى توافر رابط التابعية؟ يعني لو شرط التابعية موجود اذا يطبق قانون العمل الخلاصة من الموضوع ده ايه؟ ان احنا هنا بنتكلم على العامل اللي شغال عند صاحب العمل طيب ايه هي اهم انواع الاجازات اللي بياخدها العامل؟ الاجازات دي فيها اجازات مدفوعة الاجر يعني ايه مستر مدفوعة الاجر؟ يعني العامل يستحق الاجازة وكمان يستحق اجره عن هذه الاجازة طب يعني ايه برضو؟ يعني لو انا خدت اجازة من القانون اداني الحق فيها باخد الاجازة وكايني شغال باخد الاجر بتاعي طيب عندنا ايه الاجازات اللي عندنا؟ نفتكر كده مع بعض عندنا الاجازة السنوية من اسمها كده هتتاخد كل سنة طب هل ليها نظام؟ ايه ولا بتتاخد كده؟ لا طبعا ليها نظام ازاي؟ بتتاخد حسب مدة خبرتك في العمل يعني ايه مدة خبرتك في العمل؟ انت عدتها ديه في الشغل وبناء عليه تحسب الاجازة بمعنى ايه؟ العامل اللي امضى سنة كاملة يبقى بدأت من كام؟ من سنة لحد قبل العشر سنوات يعني هو قبل العشر سنين دول بقاله سنة لم يكمل عشر سنوات من حق اجازة سنوية مدتها رفع عليكم واحد وعشرين يوم وتزداد الى يعني ايه تزداد؟ الاجازة هتزيد تزيد لكم بقى؟ لتلاتين يوم بس المين؟ لكل من تعدى العشر سنوات خبرة يبقى اقل من عشر سنوات بياخد واحد وعشرين يوم اكتر من عشر سنوات بياخد تلاتين يوم ورجع القانون قال ايه؟ كل من تعدى سن الخمسين تاني كل من تعدى سن الخمسين له الحق فيه اجازة سنوية مدتها اديه تلاتين يوم طيب رجع القانون قال بقى نقطة مهمة جدا وقال كده في اي الاحوال تزداد الاجازة سبع ايام بتزيد اديه؟ سبع ايام طب لمين؟ لمن يعمل في المناطق النائية والخطرة كلمة النائية يعني ايه؟ المناطق البعيدة ليه البعيدة؟ لان البعيدة دي العامل لو خد اجازة ممكن يضيع وقته في الصفر والتعب فالقانون عوض عليهم بسبعة ايام طيب حضرتك يا مستر بتقول ان الاجازة دلوقتي انا بسأل الاسئلة اللي ممكن تيجي في دماغكم ان الاجازة دلوقتي بتتاخد حسب سنوات الخبرة طب هو انا شرط ان انا كون اعدت عند صاحب عمل واحد بس عشان اخد الاجازة دي القانون قال لا لا يعني ايه؟ انا لما بكون اشتغل في القطاع الخاص اشتغل في المنشأة اه قلصت تلات سنين وسبت المنشأة ومشيت من الاتزامات صاحب العمل ان يديني شهادة خبرة بالتلات سنين اللي انا عدتهم دول وهكذا يعني انا ممكن ايه؟ ببساطة كده اتنقل من لدى اقصر من صاحب عمل يعني اعود عندي ده سنتين وده تلاتة وده ربعة لكن لو مجموع السنين دي اكمل العشر سنوات خبرة يبقى انا كده من حقي ان انا ااخد التلاتين يوم فيه سؤال في الكتاب بيقول ايه؟ نركز بالسؤال ده شوية تنقل عامل لدى اقصر من صاحب عمل حتى اكمل عشر سنوات يعني فضل يشتغل عند اكتر من صاحب عمل لحد ما كمل عشر سنوات خبرة وايه اللي حصل بقى؟ ثم طالب من صاحب العمل الاخير اخر واحد اشتغل عنده اجازة مدتها تلاتين يوم برغم انه لم يعمل لدي سوى سنة واحدة فقط يعني هو ما عاش عنده الا سنة بس اكمل خبرة عشر سنوات هنا قانوني ومن حق العامل طالما اكمل العشر سنوات خبرة وقلنا في الاجازة دي الاجازة دي لا يجوز النزول عنها مقدرش تنزل عنها الاجازة دي كمان ممكن ان تصوى نقضا يعني لو عامل لو ما خدهاش ممكن يستحق رصيد اجازاته نقضا وفيها نقطة مهمة جدا اذا اكتشف صاحب العمل ان العامل يعمل اثناء الاجازة السنوية من حق صاحب العمل حرمان العامل من اجره عن هذه الاجازة يعني ايه لو انا اكتشفت ان صاحب العمل ان العامل خد اجازة سنوية مدتها شهر تلاتين يوم وراح اشتغل في مكان تاني وانا صاحب عمل اكتشفت الكلام ده القانون مداني الحق ان انا احرمه من اجره عن هذه الاجازة حد ممكن يقول لي طب ليه طب انا في اجازة اه بس انت في اجازة صاحب العمل لما بيديك الاجازة الهدف من الاجازة ايه ان انت تستعيد ليقطق الصحية تاني وترجع تشتغل طيب فرضنا بقى لسوق الحظ ان العامل ده لما راح مكان تاني عمل حاجة من اللي انا هقول عليها دول اف شاسر من اسراب العمل او عمل ايه كمان اه حصلت له اصابة طب هنا في مشكلة حشان كده القانون قال الاجازة السنوية اه ما ينفعش ان انا اشتغل عند حد تاني بخلاف صاحب العمل ده بالنسبة الاجازة السنوية خدنا بعد كده الاجازة العرضة او الاجازة الطريقة يعني ايه اجازة عرضة ويعني ايه اجازة طريقة للعامل الحق في اجازة عرضة مدتها ستة ايام طوال العام بحد اقصى يومين في المرة الوحدة طيب هل الاجازة دي تخصم من الاجل لا تخصم من الاجل ولكن تخصم من الاجازة السنوية خدنا كمان اجازة الحج وزيارة بيت المقدس للعامل الذي امضى في خدمة صاحب العمل خمس سنوات متصلة خلي بالك هنا بقى القانون حط شرط قال ايه خمس سنوات متصلة يبقى عشان افكر ان انا اخد اجازة حج لازم اكون اعدت عند صاحب العمل ده بس خمس سنين متصلة شغال عنده هو بس خمس سنين متصلة للعامل الذي امضى في خدمة صاحب العمل خمس سنوات متصلة اجازة لاداء فريدة الحج مدتها دي رفع عليكم مدتها تلاتين يوم هياخدها كم مرة يحصل عليها العامل مرة واحدة فقط طوال الخدمة حتى يقول لي طرف ده عايز يطلع يحج تاني يحج تاني لكن القانون اداله مرة واحدة بس عند صاحب العمل يبقى كده اخدنا الاجازة السنوية واجازة العرضة واجازة الحج كمان عندنا الاجازة الدراسية يعني هي اجازة دراسية ما انت قلت الطالب ملوش دعوة احنا هنا بنتكلم علي ايه بقى العامل اللي شغال في مكان وفي نفس الوقت بيدرس فمن حقه اجازة سنوية الاداء الامتحان والاجازة دي مدفوعة الاج وملهاش مدة يعني ايه ملهاش مدة حسب مدة الامتحان بتاعته طبعا الامتحانات مختلفة ممكن يكون طالب في كلية في دبلوم في سنوية فالايام مختلفة فالقانون قال ايه من حق الطالب العامل اللي بيدرس من حقه اجازة بس حطلع شرط بسيط ايه الشرط ده انه يقدم يقدم لصاحب العمل اختار قبل قيامه بالاجازة على الاقل بخمستاشر يوم يبلغ صاحب العمل انا عنده امتحانات على الاقل بخمستاشر يوم خدنا بعد كده اجازة الاعياد القانون قال ايه للعامل الحق في اجازة اعياد بحد اقصى تلاتاشر يوم في السنة يعني ايه اجازة اعياد يعني ايه العيدي الصغيرة بالعيدي الكبيرة الاجازات دي العامل الحق في اجازة اعياد بحد اقصى قده تلاتاشر يوم في السنة طب هل يجوز العمل خلالها يجوز العمل خلالها بمثلي الاجر خلي بالك من النقطة دي مش بمثل او بضعف لا بمثلي الاجر يبقى ناخد بالنا من حاجة الاجازة السنوية لا يجوز العمل خلالها اما اجازة الاعياد يجوز العمل خلالها بمثلي الأجل. خدنا كمان ان القانون اهتم بعمل النساء وحدد أجاستين للمرأة. أجازة اسمها أجازة الوضع قال المرأة اللي هتوضع من حقها أجازة الأجازة دي مدتها دي تسعين يوم. يعني ثلاث سهو طيب. هل الأجازة دي لها شرط؟ آه لها شرط مهم جدا. يجب أن تكون قمضة العاملة في العمل على الأقل عشر أصهر طيب بتتاخد كم مرة؟ بتتاخد مرتين طوال فترة الخدمة. ولا يجوز عمل العاملة خلال الخمسة واربعين يوم التالية للوضع تاني لا يجوز عمل ان العاملة تعمل خلال الخمسة واربعين يوم التالية للوضع. ونقطة الخمسة واربعين دي بتيجي على طول في الامتحانات. يبقى هنا دي أجازة الوضع. طيب عندنا كمان أجازة رعاية الطفل قل اللي هي بس اسمها ايه بقى اجازة بدون اجر يعني العاملة مش هتاخد عليها اجر طب الاجازة دي مدتها ايه للعملة الحق في اجازة لبعاية طفلاء مدتها سنتين يعني بتاخدها سنتين طب كم مرة بتاخدها مرتين طوال الخدمة يعني ايه يعني هي الاجازة دي مدتها سنتين وبتستحقها مرتين طوال الخدمة طيب هل الاجازة دي من حق صاحب العمل يرفضها ودي نقطة مهمة جدا اه القانون قال لصاحب العمل ممكن ترفضها بس في حالة واحدة بس اذا كان عدد العاملين في المنشاة اقل من خمسين عامل او عاملة يعني لو عدد المنشاة صغير اقل من خمسين من حق ترفض الاجازة في سؤال مهم جدا جدا بيقول ايه السؤال ده رفض صاحب عمل منحة عاملة اجازة لبعاية طفلاء اجازة بدون اجر يعني بحجة ان عدد العاملين في المنشاة اربعين عامل يعني مش هتديها اجازة عشان عدد العاملين عند اربعين عامل بنقول له موقفة قانوني لان عدد العاملين لم يتجاوز هنا الاربعين واحنا قلنا القانون مجدول الحق لو العدد اقل من خمسين ولقطة مهمة جدا في الاجازة دي اجازة بدون اجر او اجازة رعاية الطفل تحتسب من مدة خدمة العاملة بمعنى ايه بمعنى ان اجازة اه هي اجازة سنتين وبدون اجر لكن خلي بالك من الجملة اللي انا هقولها دي وخلي بالك ويريد نكتبها اجازة رعاية الطفل او الاجازة بدون اجر لا تنفي صلة العاملة بالمنشأة يعني ايه صاحب العمل بيدفع الشتباكات التأمين يعني السنتين اللي يتاخدهم دول كانت بيدفع لها تأمين يعني معنى كده ان العلاقة موجودة يعني معنى كده ان الاجازة لا تنفي العلاقة برضو من ضمن الاجازات اللي احنا خدناها اجازة المخالطة المخالطة دي احدى انواع الاجازات المرضي لكن اللي بياخد الاجازة هنا الشخص السليم المخالط لمريض ومرض معدي يعني ايه يعني لو انا عندي شخص في البيت مريض ومرض معدي او عنده مرض انا كشخص سليم باخد اجازة عشان انا مخالط ليه والاجازة دي ولا لها مدة ملهاش مدة لان طبعا ده مرض فالاجازة دي من حق طبيب التأمين الصحي طبيب التأمين الصحي هو اللي بيحدد اعطاء العامل العامل مش المريض العامل المخالط لمريض مرض معدي يعني عنده حالة في البيت معدية فمن حقه ياخد اجازة مفتوحة ومدفوعة الاجر كمان من ضمن الاجازات اللي احنا اخدناها الاجازة المردي وانا الاجازة المردي دي خلي بالك من النقطة دي تحسب كل سلس سنوات باجر كامل تاني الاجازة المردي تحسب كل سلس سنوات باجر كامل وفي نقطة مهمة كده اذا صدفة الاجازة المردي احدى اجازات الاعيات او العطلات هل تتحسب منها ولا لا يعني ايه يعني لو انا خدت اجازة مردي اسبوع يعني سبعة ايام هم مردي وانا في المردي كده صادف ان فيه يومين اجازة جمعة وسبت هل دول يتحسبوا من الاجازة المردي ولا يشالوا منها لا يتحسبوا من الاجازة المردي يعني اجازة الاعياد لو صادفت ان هي من الاجازة المردي تحسب من الاجازة المردي دي كانت مراجعة عن درس الاجازات لانه من الدروس المهمة جدا وعندنا سؤال في الكتاب توصيل هنحاول نحلو مع بعض إن شاء الله طيب تعالوا مع بعض بقى نشوف المراجعة بتاعتنا على الاختبار الأول على الباب الأول عندنا السؤال بتاعنا النهاردة في المراجعة بنتكلم على إيه؟ نبدأ بأول سؤال السؤال الأول عرف المعوق وما هي حقوقه وما هي الجهات الملتزمة بتشغيل المعوقين المؤهلين طبعا الدولة اهتمت بالمعوق جدا وعملت له يعني قالت عليه من الفئات اللي تعامل معاملة خاصة في قانون العمل مين هو المعوق؟ المعوق ده هو الشخص الغير قاضب على العمل أو نقصت قدرته على العمل أو مزاولة عمل آخر بس إيه السبب؟ بسبب عيب خلقي أو عجز منذ الولادة يبقى القانون هنا اشترط إن الأعاقة تكون من إمتى رضع عليكم منذ الولادة يبقى المعوق ده شخص غير قادر على العمل أو نقصت قدرته أو عدم مزاولته عمل آخر بس السبب هنا ايه؟ رضع عليكم عيب خلقي أو عجز منذ الولادة طب هل المعوق ده ليحقوق عن الأسوية؟ اه طبعا ليحقوق ايه هي حقوقه؟ ايه هي حقوق المعوق؟ المعوق ليحقوق؟ اول حاجة القيد في مكتب العمل لازم يسجل في مكتب العمل وظبط التأمينات بتهتم به جدا فبتقيده بتسجله في مكتب العمل التابع ليه كمان بياخد شهادة من التأمينات الاجتماعية شهادة ايه دي؟ الشهادة دي بيبقى مكتوب فيها العمل اللي يناسب الأعاقة بتاعته يعني ايه؟ يعني هو عنده عاقة في ايده لما نيجي للدولة تشغله تتدي له شغل يناسب الأعاقة دي يعني تتدي له الشغل يعتمد على ايده مثلا عندنا كمان نقطتين مهمين جدا في الحقوق يعفى المعوق من الكسف الطبي ويعفى المعوق من الاختبارات السؤال ده على طول بتقرأ في الامتحان يجي يقول لي ايه؟ رفض صاحب عمل تعيين معوق الا بعد اكتياز الاختبار يعني بعد يعني بعد قال له مش هشغلك قال لما ده بيتكلم المعوق قال له انا مش هشغلك الا بعد ما تكتاز الاختبار اقول له لا موقفك يا صاحب العمل غير قانوني طب ليه غير قانوني لان القانون قال من حقوق المعوق انه يعفى من الاختبارات وكذلك يعفى من الكشف الطبي ويتمتع بجميع مزايا الاسوياء يعني ما اقدرش فرق لو هشغل في مكان ما اقدرش فرق ما بين المعوق والسوي لا لازم يتعامله معاملة متساوية ده بالنسبة لحقوق مين الجهات الملزمة بتشغيله؟ تلات جهات عندنا ملزمة بتشغيله مين هم الجهات دول؟ الجهاز الاداري للدولة حكومة يعني قطاع العام وقطاع الاعمال برضو الحكومة يجي بقى الاهم حاجة قانون قال ايه؟ كل صاحب عمل اللي هم اصحاب الاعمال بقى كل صاحب عمل خاضع لقانون العمل ويعمل لديه مئة عامل فأقصر هو ملزم بتشغيل نسبة كام خمسة في المية يعني شغال عنده خمسين فأقصر وملزم يبقى صاحب العمل هنا ملزم بتشغيل كام نسبة خمسة في المية يعني انا عندي مصنع والمصنع فيه مئة عامل أنا هنا ملزم بتشغيل نسبة كام 5% من المعاقين يبقى ده تعريف المعاوق وحقوق المعاوق والجهات الملزمة بتشغيل المعاوق طيب تعال نشوف السؤال الثاني السؤال الثاني بيقول إيه بقى؟ يا بيت ورق أو ألم ونكتب الأسئلة دي بيقول عرف عقد العمل الفردي وما سروط صحته وما هي أهم البيانات الأساسية التي يجب أن يتضمنها عقد العمل الفردي طبعا عقد العمل الفردي ده من الدروس المهمة جدا 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 في منهى القانون العمل يعني إيه عقد العمل الفردي؟ عقد العمل الفردي لما بيجي نعرفه بنقول إيه؟ هو العقد الذي يتعهد بمقتضاء مين اللي يتعهد؟ العامل أن يعمل تحت إدارة وإشراف وتوجيه صاحب العمل مقابل أجل تاني عقد العمل العقد ده اللي هو إيه؟ زي ما بنسمع الجملة يقول لك العقد شريعة المتعاقدين حد ممكن من اللي بيكون بيتابعنا يقول إيه؟ كل الكلام اللي بتقال ده ما بتنفس أقول له عندك حق ليه؟ لأنك مش ماضي عقد أو أنت بتشتغل في مصنع أو بتشتغل عند حد أو 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 وبتقول له أنا ما باخدش الحقوق اللي أنت تكلمت عليها دي هقول لك تمام لأنك مش عامل عقد ليه بقى تنشأ العلاقة القانونية ما بين العامل وصاحب العمل عند تفحيل عقد العمل الفردي عشان كده بنقول إيه؟ ما ديجي تشتغل عند حد من حقك ولازم أن أنت تثبت أي كلام تقال تثبته قانوني طبع تثبته قانوني إزاي؟ ما عندكش الإثبات ألا عقد العمل اللي بنتكلم عليه اسمه عقد العمل الفردي إيه تعريف عقد العمل الفردي؟ عقد العمل الفردي هو العقد الذي يتعهد بمقتضاء العامل أن يعمل تحت إدارة وإشراف وتوجيه صاحب العمل تاني يتعهد بمقتضاء العامل أن يعمل تحت إدارة وإشراف وتوجيه صاحب العمل حد من اللي مشايفيننا دلوقتي يقول ليه؟ مش ده شبه تعريف التبعية أقول له لا مش شبه ده هو تعريف التبعية لأن أصلا قلنا قبل كده من غير التبعية مفيش قانون عمل عشان كده العقد ينشئ هنا التبعية ده تعريف عقد العمل تاني هو العقد الذي يتعهد فيه العامل بأن يعمل تحت إدارة وإشراف وتوجيه صاحب العمل مقابل رضا عليكم مقابل أجل طيب العقد عشان يبقى صحيح مطلوب مننا إيه؟ مطلوب مننا حاجتين فيه شرطين لصحة العقل أول شرط عندي يكتب باللغة العربية تاني يكتب باللغة العربية خلي بالك يكتب باللغة العربية حتى لو العامل اللي يشتغل عندي أجنبي طيب ما تقولي الأجنبي ده ما ما بفهمش عربي ماشي احنا نكتبه بالعربي بعد كده نترجمهوله لأجنبي لكن احنا عندنا اللغة بتاعتنا يبقى يكتب بالعقد اللغة العربية ويحرر من ثلاث نسخ يعني إيه؟ العقد ده يبقى ثلاث نسخ نسخة تسلم للعامل ونسخة تسلم لصاحب العمل ونسخة تسلم للتأمينات طبعا عشان حقوق العامل والكلام ده يبقى صرود صحة العقد الشرطين طيب أهم بيانات العقد احنا بنقولش كل البيانات أهم بيانات العقد عندنا أربع بيانات أساسية في عقد العمل ايه هما؟ أول حاجة طبعا اسم صاحب العمل ومحل اقامته وعنوانه واسم العامل ومحل اقامته وعنوانه تاني البيانات خلي بالك وخلي بالك فرق كبير جدا ما بين البيانات والمستندات أو مصورات التعيين البيانات دي دي بيانات العقد أما المصورات دي المستندات المطلوبة اه اسم صاحب العمل ومحل اقامته اسم العامل ومحل اقامته والمهنة والأجر أربع حاجاتهم اسم العامل ومحل اقامته اسم صاحب العمل ومحل اقامته والمهنة المهنة اللي أنا جايش تغالها لازم تسرك في العقد والأجر المتفق عليه يبقى دي أهم بيانات العقد يبقى كده تعريف عقد العمل شروط صحة عقد العمل وأهم بيانات العقد تعال نشوف مع بعض السؤال التاني في الحلقة اذكر الرأي القانوني في المواقف الآتية أول مواقف عندنا امتنع العاملون بمستشفى استثماري عن العمل للحصول على مطالب مهنية تاني امتنع العاملون بمستشفى استثماري عن العمل للحصول على مطالب مهنية يقصد ايه بالسؤال ان بعض العاملين باحدة المستشفيات عملوا اضراب طيب هو الاضراب احنا متفقين ان الاضراب من حق العمال الاضراب عمل سلبي بيطالب العامل بحقه كل ده تمام وده من حق العامل لكن القانون قال ايه قال ايه القانون هناك منشآت حيوية يحظر فيها الاضراب يعني ايه يحظر ممنوع فيها الاضراب ليه لان لو العاملين اللي فيها دول عملوا اضراب هيأثر على حياتنا احنا كمواطنين عاديين يعني هنا دي مستشفى العاملين عملوا فيها اضراب تخيل كده المستشفى حصل فيها اضراب اي حالة طبق اجيلة ما ينفعش ولا احنا عندنا اضراب يبقى الموقف اللي عندنا هنا هيبقى غير قانوني تاني غير قانوني ليه لان المستشفيات من المنشآت المحظور فيها الاضراب طيب نبص على الموقف التاني رفض صاحب عمل تشغيل عامل لم يقدم ضمن مصورات التعيين شهادة الميلاد وقلنا قبل كده كلمة مصورات التعيين يعني المستندات المطلوبة للتعيين تاني احنا قلنا عقد العمل خلاص في حاجة اسمها مستندات او مصورات التعيين ايه اللي انا راح اشتغل في مكان طبيعي ان صاحب العمل انا بقول له معي بكالوريوز تجارة ايه اللي يزبط المهل الدراسي انا اسمي كذا ايه اللي يزبط البطائة البطائة الشخصية يبقى دي اسمها المستندات اللي هتطلب او مصورات التعيين طب ارجع لك كده بسرعة مصورات التعيين البطائة الشخصية شهادة الميلاد المهل الدراسي صحيفة الحالة الجنائية الكشف الطبي الموقف من التجنيد طبعا ده للذكور والخدمة العامة للاناس وشهادة القيد في مكتب العمل ولو اجنبي يبقى تصريح عمل للاجانب او شهادات الخبرة اين وجدت دي اهم المستندات المطلوبة لكن في نقطة مهمة جدا بنتكلم على شهادة الميلاد الموقف اللي قدامنا بيقول ايه صاحب عمل رفض يشغل عامل لم يحضر ضمن مصورات التعيين شهادة الميلاد هنا مش من حق صاحب العمل ما تشغلوش اقول له هنا غير قانوني غير قانوني ليه لان البطاقة الشخصية تحل محل شهادة الميلاد ازاي يعني هو عندنا في الكتاب بيقول ايه من ضمن المستندات المطلوبة شهادة الميلاد وكاتب كده فإن لم تكن موجودة يكتفي بالمستخرج مستخرج منها طب لو مش موجود المستخرج يكتفي بالبيانات الموجودة في البطاقة الشخصية اذا البطاقة الشخصية تحل محل مين شهادة الميلاد يبقى مواقف زي ده لو صاحب العمل ما تشغلوش اقول له لا غير قانوني طب غير قانوني ليه لان البطاقة الشخصية تحل محل شهادة الميلاد يبقى عندنا الاجابة هنا غير قانوني لان البطاقة الشخصية تحل محل شهادة الميلاد والسؤال ده سؤال مهم جدا يجي للمواقف اللي بعد كده سمح صاحب عمل بمنح عاملة ساعة رضاعة مقابل خفض الاجر بما يعادل اجر هذه الساعة يعني ايه نفهم السؤال يا شباب السؤال بيقول ايه سمح صاحب عمل منح عاملة ساعة رضاعة طبعا هي منح عاملة مقابل تخفيض الاجر عن هذه الساعة اقول له لا ده غير قانوني ده القانون اهتم بالمرأة وقال ايه لكل عاملة تكون بارضاع طفلها الحق في ساعة رضاعة مدفوعة الاجر يعني ايه يعني هي هتاخد الساعة لا احنا قلنا ايه بتقسم الساعة بتاعتها نص ساعة ونص ساعة بحيث مجموعهم يبقى ساعة بس اهم حاجة ان الساعة رضاعة مدفوعة الاجر اللي عاملة بتاخدها لمدة 24 شهر اللي هم السنتين بتاخد الساعة دي مدفوعة الايه الاجر هنا الموقف اللي عندي هنا اقول له لا غير قانوني طب غير قانوني ليه لان الساعة رضاعة مدفوعة الاجر ده القانون اللي قال كده ده كمان القانون قال ايه ونخلي بالنا من النقطة دي قال ان الساعة رضاعة لا ترتبط باجاست الوضع ايه اطلق بطنة يعني ايه هقولك يعني ايه اجازة الوضع القانون قال تحصل عليها لعملة كم مرة رفع عليكم مرتين طيب لو الام دي وضعت للمرة التالتة هل ليها اجازة وضع لا ملهاش اجازة وضع لكن ليها سعر ضع لو خلفت اتنين او تلاتة لها السعر ضع لان السعر ضع دي من حقها ومن حق الطفل كمان فالقانون قال من حق العاملة التي تكون بارضاع طفلها سعر ضع والسعر دي مدفوعة الاجر هنا الموقف غير قانوني لان السعر ضع مدفوعة الاجر طيب نشوف السؤال اللي بعده قدم عامل استقالاته مكتوبة لصاحب العمل وبعد خمس ايام عدل عن الاستقالة كتابة طيب احنا قلنا من حالات انتهاء العلاقة بين العامل وصاحب العمل هي الاستقالة وخلي بالك الاستقالة فيها نقطتين مهمين جدا تاني من حالات انتهاء العلاقة الطبيعية بين العامل وصاحب العمل ان انا كعامل اقدم استقالتي هل انا من حق اقدم استقالتي طبعا القانون كفال للنقطة دي قال اقدم استقالتك طيب هو هنا في نقطة انا قدمت استقالتي نتيجة لاي موقف لكن بعد الموقف ده ما حصل بيوم او اتنين او تلاتة بدأت اتراجع عن الاستقالة هل من حقي ان انا بعد ما اقدم استقالتي ممكن اتراجع القانون قال ايه بقى قال جنو قطة جميلة جدا قال من حق العامل الرجوع في الاستقالة في خلال قد ايه برضو عليكم في خلال سبعة ايام بس بشرط لازم تكون الاستقالة كتابة ورجوع كتابة يعني ايه يعني انا لما اجي اقدم استقالتي اقدم استقالتي كتابة مكتوبة يعني اللي بقى لان القانون بيقول ايه يجوز الرجوع فيها في خلال قد ايه سبعة ايام من امتى من تاريخ كتابة الاستقالة عشان لما جارجع هرجع في خمس تيام إيه اللي يثبت أن مع الده السبعة تيام بروفو عليكم التاريخ بتاع تقديم الاستقالة يبقى لازم الاستقالة هنا تكون كتابة يعني ما عندناش استقالة شافوي في سؤال جميل جدا في الكتاب بيقولي تشاجر عاملان من الشكلهم يعني فأبلغ أحدهما صاحب العمل بالاستقالة أبلغ يعني إيه قال له قال له دي شافوي وإحنا ما عندناش استقالة شافوي لازم الاستقالة تكون إيه مكتوبة هنا في الموقف اللي قدامنا بيقول إيه بيقول إن العامل قدم استقالة مكتوبة وبعد خمس أيام عدلة عدلة يعني إيه رجع في كلامه هل من حقه؟ أقول له طبعا قانوني يجوز الرجوع في الاستقالة في خلال قد إيه بروفو عليكم في خلال سبع أيام تعال نشوف النقطة اللي بعد كده عرف كل مما يأتي تعريفات دي مهمة جدا أول تعريف عندنا العامل من هو العامل؟ العامل كل شخص طبيعي يعمل لقاء أجر لدى صاحب العمل تحت دارته وإشرافه يعني إيه؟ أي شخص هيشتغل لدى صاحب عمل بس لازم يكون شخص طبيعي ما ينفعش العامل أنا سامع برفع عليكم ما ينفعش العامل يكون شخص معناوي آه بس مين اللي ينفع؟ صاحب العمل وانجلها يبقى العامل هنا كل شخص طبيعي يعمل لقاء أجر لدى صاحب عمل تحت إدارته وإشرافه يعني تابع ليه بأكد تاني على الكلمة هي طيب التعريف التاني اللي عندنا تعريفات دياريت وراء وقلم ونكتبها تعريفات مهمة جدا جدا صاحب العمل من هو صاحب العمل؟ صاحب العمل كل شخص طبيعي أو اعتباري هنا بقى إيه؟ آه العامل شخص طبيعي فقط أما صاحب العمل ممكن أكون شغال عند شخص طبيعي بصفة الشخصية أو شخص اعتباري إنه أكون شغال في الشركة أخذ شخصية اعتبارية يستخدم عامل أو أقصر لقاء أجر هو إحنا ليه بنقول لقاء أجر؟ أقول لك آه لأن لو مش مقابل أجر لا يخضع لقانون العمل يعني إيه؟ من شروط تطبيق قانون العمل إيه هما الشروط؟ أن يكون العمل خاص وبأجر وتابع يعني العمل ده لو مش بأجر يبقى لا يخضع لقانون العمل يبقى صاحب العمل هو كل شخص طبيعي أو اعتباري يستخدم عامل أو أقصر لقاء أجر طيب التعريف اللي بعد كده يريد زي ما قلنا نحضر الورق أو الألم ونكتب العمل الخاص إحنا عندنا قلنا قبل كده ينقسم العمل الإنساني إلى نوعين عمل عام وعمل خاص إيه تعريف العمل الخاص؟ هو ذلك العمل الذي يتم لحساب شخص من أشخاص القانون الخاص تاني هو ذلك العمل الذي يتم لحساب شخص من أشخاص القانون الخاص على عكس العمل العام يعني ده التعريف ده عكس العمل العام ليه؟ لأي أن تعريف العمل العام بيقول إيه؟ هو ذلك العمل الذي يتم لحساب شخص من أشخاص القانون شيل الخاص وحط ليه؟ العام يبقى ده تعريف العمل الخاص تاني هو ذلك العمل الذي يتم لحساب شخص من أشخاص القانون الخاص على عكس العمل العام نيجي للسؤال اللي بعده ضع علامة صحة أمام العبارات الصحيحة وعلامة خطأ أمام العبارات الآتية يحذر على العاملين في المؤسسات التعليمية الإضراب عن العمل طبعا احنا قلنا مجموعة من المنشآت الحيوية المحظور العمل فيها أو المحظور فيها الإضراب تاني في بعض المنشآت محظور فيها الإضراب محظور فيها الإضراب يعني ايه؟ ممنوع منعن بطن فيها الإضراب ايه المنشآت دي؟ منشآت حيوية يعني ايه يا شباب كلمة حيوية؟ كلمة منشآت حيوية هنا يعني ببساطة كده تتعلق بحياتنا حياتنا مين؟ احنا مش شغالين جوه لكن هم إضرابهم عن العمل هيأثر علينا يعني المستشفيات وحدات الدفاع المدني اللي هي المطافي وعندنا كمان الإسعاف الصيدليات عندنا كمان المخابز المواصلات كهرباء المواني المطابرات دي منشآت أمن قومي لا يجوز فيها الإضراب غير قانوني فيها الإضراب هو هنا بيقول لي فيه ناس في المنشآة تعليمية عملوا إضراب طبعا العبارة هنا هتبقى خطأ هتبقى هنا العبارة بيقول لي لو يحظر ممنوع على العاملين في المؤسسات التعليمية الإضراب بقول له الإجابة صحيحة لا يجوز ليهم الإضراب السؤال الثاني أصحاب الأعمال الخاضعين لقانون العمل غير ملزمين بتشغيل زو الإعاقة أقول له هنا إيه العبارة خطأ برافو عليكم خطأ ليه لأن القانون قال صاحب العمل الخاضع لقانون العمل ملزم بتشغيل نسبة كام برافو عليكم نسبة خمسة في المية من عدد العمال معاقب نيجي للسؤال اللي بعده لا يجوز تعيين العامل تحت الاختبار لمدة تزيد عن ستة أسهر هنا طبعا الإجابة خطأ طب خطأ ليه قلنا فترة الاختبار القانون قال كده لا يجوز تعيين العامل تحت الاختبار لمدة تزيد أشيل ستة سهور ولو أنا عايز أصحح الإجابة تبقى ثلاث سهور يبقى القانون قال لا يجوز تعيين العامل تحت الاختبار مدة تزيد عن سلاسة أسهر رقم يلتزم صاحب العمل الذي يستخدم خمسون عامل في مكان واحد بإنشاء دار حضانة تاني يلتزم صاحب العمل الذي يستخدم خمسون عاملة في مكان واحد بإنشاء دار حضانة الحقيقة القانون نظم الموضوع ده ايه هو ايه هو الموضوع ده قلنا ان قانون العمل يستمد التشريعات من المجتمع تاني قانون العمل من أهمية قانون العمل أهمية اقتصادية وهمية اجتماعية أهمية اجتماعية بيستمد مواده من المجتمع يعني بيحاول يحل المشاكل عشان العامل أو العاملة يقدر يشتغل كانت العاملة عندها مشكلة ابنها هتودي فين شوف القانون اهتم بايه ابنها ده هتودي فين ابنها الطفل ده فالقانون قال ايه بقى حمل الموضوع على صاحب العمل قال ايه اذا كان عدد العاملين في المنشأة اقل من مائة عاملة اقل من ايه من مائة عاملة فصاحب العمل ملزم بتوفير ضر حضانة اما اذا كان عدد العاملين اقصر من مائة فصاحب العمل ملزم بانشاء ضر حضانة يعني لو هم اقل من مية يوفر ليه لو وفر للعاملات الابنائهم ضر حضانة لو هم اقصر من مية يعمل ايه ينشئ ضر حضانة يعني ببساطة كده في الحالتين هيحل مشكلة العاملة لكن من ناحية القانونية لو هو عنده أقل من مية هو ملزم بتوفير ضر حضانة لو هو عنده أقصر من مية يبقى هو ملزم بإنشاء ضر حضانة طب النقطة اللي قدامنا دي بتقول إيه؟ بتقول يلتزم صاحب العمل الذي يستخدم خمسين عاملة في مكان واحد بإنشاء ضر حضانة طبعا الإجابة هنا خطأ والتصحيح الذي يستخدم مئة عاملة فأقصر فهو ملزم بإنشاء ضر حضانة نيجي للسؤال اللي بعد كده اسكر الرأي القانوني في المواقف الآتية اضطر صاحب عمل الاستغناء عن بعض العاملين بدلا من إغلاق المنشاء دون الرجوع للجهات المختصة السؤال ده سؤال مهم وبسرعة نراجع مع بعض الإغلاق القانون استحدث قانون رقم 12 لسنة 2003 حق الإضراب وحق الإغلاق طيب يعني إيه الإغلاق أصلا؟ القانون قال لما صاحب العمل يمر بيه ظروف اقتصادية صعبة يعني إفلاس الإنتاج بيقل المبيعات بتقل القانون اديه لحقه في الإغلاق تاني في جملة أكمل كده بتقول إيه؟ استحدث استحدث هنا يعني أدخل حاجة على القانون ما كانتش موجودة استحدث قانون رقم 12 لسنة 2003 حق نقط وحق نقط أقول له حق الإضراب وحق الإغلاق الإضراب طبعا للعامل والإغلاق لصاحب العمل بس القانون نظم موضوع الإغلاق ده لو أنا كصاحب عمل وما بريد بالظروف اقتصادية هل من حق أغلق المنشأ؟ آه من حقك بس العملية لها أحكام وقواعد وإجراءات إيه هي الأحكامها والقواعدها؟ مفيش إغلاقها يتم إلا عن طريق اللجنة المختصة في لجنة الحكومة عاملاء لطلب الإغلاقات طيب هقدم الطلب يجب أن ترد اللجنة على طلب الإغلاق ده في خلال 30 يوم على الأقصر يعني إيه؟ يعني أنا كصاحب عمل قدمت طلب الإغلاق ده للمنشأة لازم اللجنة اللي هتدرس الطلب ده ترد عليها في خلال قد إيه؟ 30 يوم على الأقصر بالكتير أو 30 يوم طيب في خلال التلاتين يوم دول أولا أنا هغلق المنشأة القانون قال إيه؟ لا يجوز لصاحب العمل الاستغناء عن أي عامل دون رجوع للجهة المختصة قانون قال كده يحظر على صاحب العمل الاستغناء عن أي عامل في حالة الإغلاق دون رجوع للجهة المختصة يعني إيه؟ أنت عايز تستغني عايز تخفض عدد العمال عايز تستخدم حقك في بدل الإغلاق ما بيش أي مشكلة لكن أي حد هتستغنى عنه لازم تلجأ للجنة المختصة يبقى في الموقف اللي زي دوت لما يجي يقول لي استغنى صاحب عمل عن بعض العاملين بدلا من الإغلاق دون رجوع للجهة المختصة بقول له هنا غير قانوني ليه؟ يجب رجوع للجهة المختصة تاني غير قانوني يجب الرجوع للجهة المختصة نيجي نشوف النقطة اللي بعدها عامل أجر الشهري ألف ومتين جنيه أتلف خامات كميتة تلتمية جنيه خصماء صاحب العمل دفع واحدة تاني عامل أجر الشهري ألف ومتين جنيه أتلف خامات كميتة تلتمية جنيه خصماء صاحب العمل دفع واحدة العامل هنا أهمل والإهمال هيعاقب عليه بس في نقطة مهمة جدا القانون قال قال إيه بقى؟ قال أنا عامل حاجة اسمها وسائل حماية الأجر يعني آه العامل اللي هيهمل هياخد عقابه ويخصم له لكن فيه مشكلة إحنا قلنا قبل كده الأجر ده يعتمد عليه العامل اعتماد كله على قضاء معاشته يعني إيه؟ هو بياخد الأجر لأن الأجر ده كمان أنواع فيه أجر يومي أجر شهري أجر أسبوعي فالعامل عامل حسابه على الأجر ده عشان يعينه على أل المعيشة فالقانون قال إيه بقى؟ قال نقطة مهمة جدا لا يجوز لصاحب العمل خصم أكثر من أجرة خمس أيام للعامل في الشهر يعني إيه؟ يعني لو أنت عندك خصومات صاحب العمل ما قدرش يخصم لك أكثر من أجرة خمس أيام برضو يعني إيه؟ يعني مثال بسيط كده أنا واحد شغال في مكان عامل مرتبي 300 جنيه في الشهر باخد 300 جنيه يبقى أجر اليومي 10 جنيه لما صاحب العمل يجي يخصم لي ما يقدرش يخصم لك أكثر من خمسين جيت منين الخمسين وهنا باخد في اليوم عشرة والقانون قال ما يقدرش يخصم أكثر من كام برضو عليكم من خمسة أيام يبقى عشرة في خمسة بخمسين يوم يبقى صاحب العمل مش من حق أنه يخصم لي أكثر من أجرة كام خمسة أيام بس فيه نقطة هنا فرضنا أن العامل ده العامل ده برضو العامل ده عليه عقوبة أكثر من كده صاحب العمل من حق يديه للعقوبة اللي هو عايزها لكن صاحب الخصم ما يقدرش أتاني أنا كصاحب عمل اتلاقيتك أنت ارتكبت مخالفة تستحق عليها عقوبة 15 يوم ما فيش مشكلة طالما في تحقيق والقانون أثبت كذا كلام دوت لكن ساعة تنفيذ العقوبة في الأجر ما ينفعش أن أنا أخصم أكثر من كام من أجرة ثلاثة خمس أيام من العمل نيجي للسؤال اللي بعد كده أعدم صاحب العمل ملفات بعض العمال لديه بعد انتهاء علاقة العمل بشهر طبعا من التزامات صاحب العمل أنه لازم يحتفظ بملفات العاملين زي ما قلنا قبل كده المدة قد إيه رفو عليكم لمدة سنة من انتهاء تاريخ العقل طبعا هنا هنقوله غير قانوني يجب لاحتفاظ بملفات العمال لمدة سنة من انتهاء تاريخ العقل طيب احنا دلوقتي خدنا ملخص سريع للجزء اللي كان عندنا ليه؟ المراجعة بتاعتنا المراجعة بتاعتنا دي حل أسئلة كتاب المدرسة تاني المراجعة بتاعتنا دي حل أسئلة كتاب المدرسة انت بقى بتجيب ورقة وقلم وتشوف الأسئلة اللي احنا قلناها وأسئلة كتاب المدرسة وتحاول تحلها كده انت هتقدر ان انت تحل اي امتحان قانون عمل احنا عندنا في الجزء الاولاني بالنسبة لقانون العمل كده الجزء ده انتهى تماما وخلصناه بالمباجعة بتاعته كده انت مؤهل تخش في امتحان في الجزء دوت نخلي بالنا بقى ابتداء ان شاء الله باذن الله من الحلقات التانية هنبتد نخش في الجزء العملي يعني ايه هنخش في قانون التأمينات ونتكلم على المعاشات مواضيع شريقة جدا 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 نتكلم على معاش الاجر الاساسي ومعاش الاجر المتغير لكن الجزء اللي احنا اخدناه ده حاول تحل بقدر الامكان اكبر امتحانات واحنا معك اي سؤال يقف معك اي حاجة منتش فاهمة ابعت قلنا قنوات كلها معك عندنا هنا القناة وعندنا على اليوتيوب فعل معنا اسأل احنا موجودين كلنا عشان نخدم الطالب والقناة ربنا يبارك للي فيها شغالين على خدمتكم كلكم ارجو ان انتوا تكونوا النهاردة ان شاء الله فهمتم حاجة من المراجعة وان شاء الله باذن الله في الحلقات الجاية نحاول نبسط لكم موضوع المسائل العملي وان شاء الله نلتقي بكم في الحلقة القادمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته